لما تكون بتحكم دولة عظمة فهقل قراتك هتأثر بالتأكيد على ملايين البشر وفي المقابل وصدك دولة عظمة تانية مقسمين تقريبا العالم ما بينكم فكل فعل هتعمله هيكون له رد فعل وكل ما هتحاول تحط إيدك على مكان هتلاقي خصمك بمد رجله على مكان تاني هتدعم دولة هدعم انقلاب هتتوسع في أوروبا عسكريا واقتصاديا هبني جدار في برلين يقسمه هنا الصين هتحط الصواريخ الجنبي هنقل ترسانتي النموية جنبك فكان يا مكان في 17 مارس 1960 يوافق رئيس الأمريكي أيزنهاور على خطة غزو خليج الخنازير اللي قدبتها للمخابرات الأمريكية وكان بيتضمن دعم المعارضة الكوبية اللي اضطرت للاختباء أو الهرب داخل وخارج كوبا وخاصة خارجها بعد سيطرة الشيوعين على السلطة في كوبا مجرد انضاء أو موافقة أيزنهاور على خطة دي كادت انها توصل خطبين العالميين وقتها الاتحاد السوفيتي ورلات المتحدة كادت توصلهم للدخول في حرب نووية ورغم ان العالم كان بيعيش تحت ما يسمى الحرب الباردة إلا ان وقتها كانت الدنيا لسه سخنة مش زي دلوقتي الكلام أكتر من الفعل وكل خطوة تتحسب مليون مرة وقتها كانت الأصابع فعلا على زرار النووي فعلا مش هزار وعشان نحاول نستوعب الصورة خلونا نرجع كده سريعا ونفكر بعض بشوية حاجات في 1945 انتهت الحرب العالمية التانية واللي كشفت عن ظهور قطب عالمي جديد اسمه الولايات المتحدة الأمريكية بعد ما قتلت في ساعة زمن حوالي ربع مليون بني آدم لما رمت قمبلتين نوويتين على اليابان وبعد ما كانت أهداف السوفييت والأمريكان خلال فترة الحرب العالمية هي التخلص من هتلر ومحوره اليابان وإيطاليا ورومانيا وغيرهم بعد انتهاء الحرب كل واحد راح في طريقه وسعت السوفييت والأمريكان الاستقطاب أكبر عدد من الدول وكان من الدول دي دولة كوبا كوبا هي جزيرة في البحر الكريبي ما بين قارتي أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية تقريبا على بعد 145 كيلو من سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية كانت جزيرة كوبا بيحكمها ديكتاتور عسكري اسمه باتستا وكانت أمريكا مبسوطة بيه جدا والعلاقات ما بينهم كويسة وماشي الحال بتوفر له دعم سياسي وعسكري وبتشتري منه منتجات السكر والتبغ لكن باتستا واجه معارضة داخلية لحكم الاستبدادي لحد ما نجح الزعيم فيدل كاسترو في قيادة ثورة على باتستا استمرت سنوات شاهدت محاولات مختلفة للتخلص من حكمه وتنجح واحدة من المحاولات دي وتقدر الثورة إنها تطيح بالدكتاتور العسكري سنة 1959 بعدها حاول فيدل كاسترو إنه يتواصل مع واشنطن علشان يطمنهم ويكسبهم لصالحه أو على قل تقدير يحيد الأمريكان لكن الرئيس الأمريكي وقتها أيزن هاور إنه جزيرة صغيرة سهل جداً الوحش الأمريكي يحط يده عليها وفوراً يروح كاسترو يعد مع سفير الاتحاد السوفيتي في الأمم المتحدة في نيويورك ويبدأ السفير السوفيتي ترحيبه بكاسترو ويعرض عليه دعم الاتحاد الحكومة الكوبية الجديدة بيقال إن لحد سنة 1960 ما كانش فيدل كاسترو الشيوعي بدليل إنه حاول يتقرب من الأمريكان لكن في المقابل الاحتفاء والاحتواء السوفيتي وإظهر الصداقة والدعم من الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف يبدو إن كان لها تأثير على كاسترو نجحت إنها تجذبه بالكامل للمعسكر الشيوعي عشان يصبح لاحقاً واحد من أهم رموزه في الوقت اللي السوفيت كذبه فيه دولة جديدة كحليف وصديق كانت أمريكا لسه رجبة دماغها ومعندها ورفض الاعتراف بحكومة كاسترو وطبعاً شافت تقاربه مع السوفيت أمر غير مقبول واعتبرت التحالف ده تهديد مباشر لأمريكا وهنا تقرر إنها تاخد شوية إجراءات ضد كوبا منها إنها تفرض عليها حصار تجاري مش بس كده دي كمان تنظم ثورة مضادة ضد الثورة الكوبية وتحاول إطاحة بحكم فدل كاسترو عسكرياً عن طريق خطة للسي آي اي بتوفير دعم عسكري ومادي لمعارضي كاسترو اللي هم في الغالب أبناء وأنصار باتستا وكانت أشهر محاولات الانقلاب على كاسترو بل ويمكن أهمها هي العملية اللي تسمت خليج الخنازير وتنفذت في أبريل سنة 1961 من خلال قوات كوبية ما بين 1000 لـ 1400 مقاتل أشرف على تدريبهم المخابرات الأمريكية ودفعتهم لكوبا لتنفيذ انقلاب عسكري على نظام كاسترو مدعومين بقصف جوي قبل بدء العملية لكن عملية خليج الخنازير فشلت فشل ذريع لعدة تسباب منها إنهما فوجئوا بمستوى تسليح وتدريب قوات كاسترو والله واضح إنه تم دعمها سريعا من الاتحاد السوفيتي في مقابل رحيل أيزنهاور عن الحكم ورفض الرئيس الأمريكي الجديد جون كينيدي استمرار دعم قوات عملية خليج الخنازير بسلاح الجو الأمريكي ومس الفشل المخطط ده دفعة كبيرة للثورة الكوبية بقيادة كاسترو وكمان تشي جيفارا اللي كان مسؤول عن كتير من المهام في الدولة زي التدريب العسكري واتنسب له كتير من الفضل في صد الهجوم ده رغم عدم مشاركته بشكل فعلي في المعارك ويقال إن جيفارا أرسل رسالة لكينيدي بيشكره فيها على قرار بدء عملية خليج الخنازير وقال له إن الثورة الكوبية كانت بتمر بحالة ضعف لكن عمليةكم العسكرية ونصرنا فيها زدنا قوة وفي يونيو 1961 يتقرر عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي كينيدي والرئيس السوفيتي خروتشوف ولكن اللقاء في أرض محايدة استقبلته فيينا عاصمة النمسا طبعا خروتشوف رئيس عنده خبرة كبيرة في حين كان كينيدي وقتها الرئيس الشاب ده لسه واصل بيت لبيت بقاله كام شهر وفوق ده كان الرئيس السوفيتي داخل اللقاء ومعه ورقتين كازبانين أولهم فشل الخطة الأمريكية في الانقلاب على كاسترو في كوبا وتانيهم إن نجاح السوفيتي في إرسال أول رجل إلى الفضاء يوري جاجارين لنفذ أول رحلة لإنسان في الفضاء في 12 إبريل 1961 يعني نقدر نقول إن خروتشوف داخل اللقاء كازبان 2-0 لكنه في المؤتمر الصحفي قال خروتشوف كلام دبلوماسي لما قال إننا مش هنقدر نحل كل مشاكلنا مرة واحدة ولكن أتمنى إن يكون الاجتماع مع الرئيس الأمريكي مفيد للسلام العالمي وبغض راح مسجل الهدف كمان لصالحه لما قال لكينيدي تعرف إننا انتخبناك؟ استغرب كينيدي وقال له إزاي؟ قال له لما قررنا تأخير الإفراج عن الطيار بتاعكم لما بعد الانتخابات كان الاتحاد السوفيتي أسقط طائر التجسس الأمريكية وتم القبض على الطيار وكان استعادة الطيار الأمريكي ده قضية الساعة وقتها في الولايات المتحدة وسبب الفشل في استعادته إحراج كبير للمرشح الرئاسي نيكسون والحزب الجمهوري اللي منه برضو الرئيس أيزنهاور يعني يقصد إن تأخير الإفراج عن الطيار أول موقف كينيدي الانتخابي وحزبه الديمقراطي وصاد منافسه وضحك الجميع أمام الكاميرات وتصبح الرئيسان بحفاوة لكن خيال الاجتماعي المغلق اتحولت الحفاوة لعداوة أول ما ذكرت برلين وكانت ألمانيا وقتها تعتبر نقطة التقاء القطبئين العالميين في أوروبا نقطة التماس يعني بين الاتنين أو نقدر نقول أول خط النار ألمانيا بعد الحرب العالمية التانية كانت مأسومة نصين وكل قطب بيباشر نفوزه على جزء منها السوفييت تبعهم ألمانيا الشرعية والأمريكان تتبعهم ألمانيا الغربية وهدت خورتشوف كيريدي لما قاله أن أمر السلان أو الحرب بسبب برلين مطروك في إيد أمريكا يعني إحنا جهزيين ومش فارق معنا حاجة واعتبر خورتشوف نفسه خارج كسبان من الاجتماع ده ويمكن يكون ده اللي شجعه على بناء حائط برلين علشان يبقى السوفيت عاملين صداع للأمريكان في قلب أوروبا وكمان على حدودهم الجنوبية في كوبا طبعا أمريكا ما تسكتش وتحاول أنها تنفذ انقلاب جديد على فيدل كاسترو في يناير 1962 لكن المرة دي عن طريق مجموعة عمليات معقدة مشاطات استخباراتية وتجسسية وعملات تخريبية داخل كوبا وحملت اسم عملية النمس وبرضه فشلت ولم تؤتي النتيجة المطلوبة لأمريكا قبل العملية دي وبالعودة لسنة 1961 حاولت أمريكا توسع نفوذها العسكري أكتر واتفقت واشنطن وأنقرة على نشر أمريكا لـ 15 صاروخ باليستي متوسط المدى في مدينة إزمير التركية والصواريخ دي مداها يصل لـ 1500 ميل ما يعني قدرتها على استهداف المدن الغربية للاتحاد السوفيتي بما فيهم موسكو وده خلال 15 دقيقة تقريبا اتفاقيت نشر الصواريخ الأمريكية في تركيا جي ضمن برنامج مشاركة الأسلحة النووية وهو برنامج بدأته أمريكا مع خمس دول من حلف شمال أطلسي الناتو وبتضم مع تركيا بلجيكا وهولندا وألمانيا وإيطاليا طبعا الاتحاد السوفيتي مش هيسكت على موضوع نشر صواريخ حلع بعد دقايق منه يقرر السوفييت نشر صواريخ باليستية على حدود أمريكا لكنه في الوقت ده ما عندوش غير 20 صاروخ باليستي يقدروا يحملوا رؤوس نووية وكمان أمريكا دولة معزولة بين محيطين طبعا كان الاختيار الأفضل وقتها هو كوبا وبيتقال إن خطة نشر صواريخ سوفيتية على الراضي الكوبية كانت بتحصل بإشراف مباشر من الرئيس خلتشوف ويلا بينا على كوبا دولة عايزة دعم وحماية من الهجمات الأمريكية وإحنا برضو عايزين حتة أرض قريبة ننشر عليها صواريخنا والتقت إرادة الطرفية وبدأ الشغل على تنفيذ المهمة دي فيه سرية تامة من غير ما حد يحس لأ من غير ما حد يحس فعلا نقل السوفيت صواريخ باليستية نووية فكوها ونقالوها وقعوا تركبها في كوبا ومواهو عليها وسط الأماكن اللي هي فيها علشان ما تختلفش عن موحيطها ونفس ده عشرات العسكريين والفنيين السوفيت وغيرهم من غير ما أمريكا ولا أي حد يحس بأي حاجة لكن في الصيف 1962 تبدأ بعض المعلومات توصل لمخابرات الأمريكية معلومات صادمة إن في قاعدة صواريخ سوفيتية بتتبني في كوبا لكن إيه هي بالضبط؟ مش عارفين نحدد وفي 14 أكتوبر 1962 طيار التجاسس الأمريكية كانت في مهمة فوق كوبا تلتقط بوضوح أكتر صور بتظهر بناء مواقع إطلاق الصواريخ السوفيتية استغرق أعداد وتحليل الصور أكتر من 12 ساعة وبعد تحليلها قدر الخبراء إن منصة الصواريخ دي هتكون جاهزة للعمل في خلال 7 أيام نشط بعدها الأمريكان في الحصول على أي معلومات جديدة وبالفعل اكتشفت طيار التجاسس أمريكية تانية إن في 20 سفينة سوفيتية محملة بصواريخ نووية في المحيط الأطلسي ومتجهة إلى كوبا وده معناه إن ولاية المتحدة وأكبر مدنها زي واشنطنة العاصمة ونيويورك هتكون ضمن مدى الصواريخ دي اللي هو من الآخر هتهدد لموسكو ههدد لك واشنطن ومحدش حسن من حد طبعاً تتقليب الدنيا في البيت الأبيض ووزارة الدفاع والمخابرات الأمريكية وفي 16 أكتوبر يجتمع رئيس الأمريكي كينيدي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال ماكسويل تايلور اللي قال له إن الرئاسية الأركان اتفقوا بالإجماع على ثلاث خطوات على أقل لمواجهة التحركات السوفيتية أولاً هجوم مفاجئة على مواقع الصواريخ المعروفة في كوبا ثانياً استمرار المرأبة لإكتشاف أي مواقع تانية ثالثاً فرض حصار كامل على كوبا لمنع وصول أي تعزيزات هنا رد عليه الرئيس كينيدي وقال له طيب خلال نفكر ليه السوفيت قرروا بناء قواعد صواريخ في كوبا يعني يبدو أن نبتدها كينيدي محاولة تفكير سياسي لكنه كمل وقال إنه إذا إحنا سمحنا لصواريخهم بالبقاء في كوبا فده هيمثل تهديد لنا ويعني هتبقى هيبيتنا راحت في العالم أما لو هجبنا قواعد الصواريخ أو غزينا كوبا عسكرياً فإحنا كده بنساعدهم ونديهم مبرر وممكن يكون ردهم في أوروبا بغزوا برلين الغربية والسيطرة عليها بالكامل مثلاً ويكمل كينيدي كلامه مع رئيس هيئة الأركان إنه وقتها مش هيكون قدامنا غير رد حاسم عن طريق إطلاق أسلحة نووية وهنا يعني بداية الجحيم كان كلامه تفكير كينيدي وسرده لخطه وتسلسل الأحداث منطقي لحد كبير جداً وقتها يعني مفيش حاجة اسمها حط صواريخ في تركيا والسوفيتي يقولوا ملناش دعوة أو أدعم نظام شيوعي على حدود أمريكا وابن قواعد صواريخ هناك وأمريكا تقول خليهم يتسلوا وكمال لازم يتحط في الاعتبار إن قرار بتحرك أمريكي في كوبا ممكن يقابله قرار بتحرك سوفيتي في قلب أوروبا والكوكب كله منفض على بعضه بتيك تزبطها من هنا تبوز منك هناك ويمكن علشان كده كان قرار كينيدي هو إعلان حصار كوبا يعني من الآخر اللي دخل كوبا خلاص دخل لا هيخرج منها ولا هتدخلها حاجة تاني وفي 22 أكتوبر بدأ الحصار واللي سمها كينيدي منطقة الحجر الصحي حجر صحي اللي هو ما فيش حد في الكوكب ده بيعمل حصار على حد ويقولوا أنا عملت حصار لازم يتسمى باسم تاني مجرد اللعبة بمصطلق حط هنسميه حجر الصحي مقطعة تأمين الحدود الحفاظ على حقوق الأقليات أو أي حاجة وأي أن كان الإسم أو المسمى كان الهدف من الحجر الصحي ده وقف وصول الصواريخ السوفيتية لكوبا وفي 23 أكتوبر يستلم كينيدي رسالة من خروتشوف يقولوا فيها إن السفن السوفيتية في طريقها لكوبا وإنها لن تمتثل لقرار الحصار وهتشق طريقها لحد السواحل الكوبية يعني أعلى ما في خيلك ركبه يا كينيدي في 24 أكتوبر وعلى الرغم من رسالة خروتشوف الشديدة دي رجعت عشرين سفينة سوفيتية كانت قريبة جدا من كسر خط منطقة الحصار وخدت طريق العودة وده لتجنم واجهة مباشرة مع البحرية الأمريكية ومع الهدوء الناتج عن ابتعاد السوفن السوفيتية نوصل للحظة ممكن تعتبر من الأخطر في تاريخ الحرب البردة حصلت تاني يوم على طول في 25 أكتوبر 1962 وأثناء نوبة حراسة عادية في مركز التوجيه بإقطاع الدفاع الجو الأمريكي بمدينة دولوف بولاية جورجيا الجنوبية لمح أحد الحراس شبح مش واضح المعالم بيحاول تسلق الصور ويتعامل مع الحارس ويطلق عليه الرصاص وتم رفع حالة التأهب في المركز دحسبا لهجوم سوفيتي وتنطلق صافرات الإنذار في جميع القواعد الجوية في المنطقة وده كان من سوء الحظ أكتر بعدما ضغط أحد العاملين في قاعدة فولكفيلد الجوية المجورة ضغط على جرس الإنذار الخاطئ بدلما يضغط على جرس التحذيرات الأمنية المعتادة ضغط على جرس سفارات الطوارئ واللي معناها مطالبة الطيارين بالإقلاع فورا ووسط حالة من الهرج والكل طالع يجري على الطيارات يجهزها للإقلاع وهي محملة بالصواريخ النووية يدرك قائد للقاعدة الخطأ اللي حصل وفورا يتحرك في محاولة لإنقاذ العالم يمكن من حرب نووية ويركب أول عربية قابله ويقف بيها وسط مدرك الطيارات علشان يمنعهم من الإخلاف وبعد كده ولما الدنيا هدية شوية وبدأت القاعدة العسكرية تاخد الإجراءات الاعتيادية في التأمين والبحث عن المتتلل اكتشفوا إن اللي كان بيحاول يتسلق الصور ده مجرد دب دب لونه أسود يمكن كل همه يدور على أي حاجة أكلها وفي نفس اليوم 25 أكتوبر ارتفعت برضو حدة الرسائل المتبادلة بين السوفييت والأمريكان وزادت التهديدات بين الطرفين التهديدات كانت كفيلة ببدء حرب بالرغم من تراجع السوفن السوفييتية لكن في نفس الوقت كان العسكريين السوفييت داخل كوبا دايسين في تنفيذ حائط الصواريخ وبيسابقوا الزمن علشان يكون جاهز للعمل ودخل أمريكا ترفع من جاهزيتها لخوض الحرب بما إن التهديدات لم تنتهي وعلى عكس التحركات العسكرية والتهديدات والتصريحات القوية بين الطرفين 26 أكتوبر تبدأ جولة من المفاوضات السرية بين البلدين لما تقابل الصحفي جون سكالي من ABC News مع أليكساندر فريكسوف ضابط الاستخبارات السوفيتية اللي حذر جون وقاله إن الحرب على وشك الاندلاع وطلب أليكساندر من جون إنه يستخدم اتصالاته مع وزارة الخارجية الأمريكية ويعرف منهم إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة بحل دبلوماسي للأزمة وغالبا علشان ما يبقاش كلام جون سكالي مع الخارجية مجرد محاولة استطلاع لموقف الأمريكان قدم أليكساندر عرض أو صفقة تتضمن تأكيد من الاتحاد السوفيتي بإزالة كل الصواريخ من كوبا وتحت إشراف الأمم المتحدة إضافة إن فيدل كاسترو هيطلع ويصرح علنا ويتعهد بإنه لن يقبل نشر الأسلحة دي مرة تانية في مقابل تأكيد من الولايات المتحدة بأنها لن تغزو كوبا يعني يبدو إن السوفيت زي ما كانوا مجاهزين نفسهم للحرب برضو كانوا مجاهزين نفسهم كويس جدا للتفاوض ودي طبعا علامة قوة مش ضعف إنك تعد نفسك لكل السيناريوهات وفورا توصل الصفقة دي للإدارة الأمريكية واللي تجاوبت معاها وردت بإنها طلبت الحكومة البرازيلية بتمرير رسالة إلا كاسترو قالوا فيها إنه من غير مرجح أن نغزو كوبا في حال إزالة الصواريخ اللي هو برضو يعني صيغة تحمل تطمين وبرضو جاهزية هتقل معنا هنقل معك وفي نفس يوم 16 أكتوبر توصل البيت الأبيض رسالة رسمية من خروتشوف اللي يوعد فيها كينيدي بإزالة مواقع إطلاق الصواريخ في حال موافقة الولايات المتحدة على رفع الحصار عن كوبا والتعهد بعدم غزوها وفي 27 أكتوبر توصل رسالة تانية من خروتشوف بتقول إن مواقع الإطلاق في كوبا ستتم إزالتها فقط إذا أزالت أمريكا صواريخها في تركيا لكن كينيدي يرد بس على الرسالة الأولى كده يكون شبه تجاهل رسالة إزالة الصواريخ الأمريكية من تركيا ولكن بعد كتير من المدولات بين مسؤولين في الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة يوافق كينيدي سرا على إزالة جميع الصواريخ في تركيا وكمان بعض قواعد الصواريخ في جنوب إيطاليا لكن في مقابل تفكيخ رتشوف لجميع الصواريخ في كوبا ده كان الموقف على البر صفقة تسير بشكل كبير نحو التهدئة لكن في أعماق البحر الكريبي كانت الأوضاع مختلفة وكان من الممكن أن تندلع حرب نووية على خلاف كل التوقعات يومها بسبب وجود غواصة سوفيتية في أعماق المحيط قرب السواحي الأمريكية ولاتشافتها البحرية الأمريكية وبدأت تضلق بجانبها طلقات أو قنابل تحذيرية وفتكر طائم الغواصة أن الأمريكان بيهجموهم وكان آخر علم ليهم بتطورات تقريبا بقالوا أيام ومعندهمش جديد بسبب عطل في أجهزة التواصل مع القيادة فأحدث حاجة بالنسبة لهم من السفن السوفيتية في طريقها الكوبا وفرص اندلع الحرب هي الأقرب ومع استمرار إطلاق البحرية الأمريكية لقنابل التحذير علشان تجبر الغواصة على الصعود للسطح اعتقد طاقم الغواصة أنها النهاية وأنهم مستهدفين بالذخيرة الأمريكية لإغرقهم هنا أمر أحد قيادات الطاقم بتجهيز الصاروخ النووي واللي ما كانش الأمريكان عندهم علم بيه وقال إننا إذا كنا سنموت فإننا هنموت أبطال بعد ما نوفيق الأمريكان الهزيمة ومع التوتر الكبير في الغواصة كان إطلاق الصاروخ النووي يتطلب موافقة ثلاثة من القادة وفعلا يوافق اتنين منهم لكن الأخير يرفض ويقول إننا ما عندناش أي معلومات أكيدة بخصوص بدء حرب بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية ويوقف تنفيذ ضرب القوات الأمريكية بصاروخ النووي علشان تكمل مفاوضة طريقها وتخرج للنور بدل ما كان هيشهد العالم حرب نووي وفي 20 أكتوبر وفي رسالة عامة للرئيس كينيدي وذيعت على راديو موسكو يعلن زعيم الاتحاد السوفيتي نيكيتا خرطشوف موافقته على إزالة جميع الصواريخ من كوبا وعادتها إلى الاتحاد السوفيتي وبكده نقدر نقول إن كينيدي وخرطشوف كل واحد فيهم خرج فايز من الأزمة الرئيس الأمريكي قدر يحافظ على وعده للشعب بضمان عدم موجود أي صواريخ في كوبا والرئيس السوفيتي برضه حافظ على وعده الحكومة الكوبية بضمان عدم غزوها عسكريا وحافظ على نظام شيوعي حليف لي لكن في عالم السياسة والحكم مفيش منهزم دايم ولا منتصر دائم وإن كنت بتحقق انتصارات داخلية في بلدك فممكن تجيلك الضربة من بره أو العكس لو كنت شايف إن السياستك الخارجية نكحة وقوية فممكن تجيلك الضربة من الداخل وده فعلا اللي حصل مع الاتنين كينيدي واخرطشوف الأول في 22 نوفمبر 1963 يتم اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي على إيد المواطن الأمريكي هارفي أوسوالد اللي كان خدم في المارينز وبعدها يتم اغتيال هارفي قبل تقديمه للمحاكمة على إيد المواطن الأمريكي اليهودي جاك روبي واللي مات برضه بعدها قبل محاكمته بعد إعلان إصابته بسرطان الرئة ومن بعدها ترمت الاتهامات على المخابرات السوفيتية مرة أو مؤامرة من من منظمات داخلية مرة تانية ويقال حتى على كئان الاحتلال الصهيوني اللي كان كينيدي مصمم على تفتيش مفاعلاتهم للتأكد من عدم امتلاكهم سلاح نووي ويظل اغتيال كينيدي لغز وفي الجانب الآخر في 14 أكتوبر 1964 تعلن تنحية خروتشوف من جميع مناصبه ومهامه وعلى رأسها زعامة الاتحاد السوفيتي واللي نحاة المكتب السياسي للحزب الشيوعي ومن ضمن أسباب التنحية انفراد خروتشوف بالقرار والحكم والإساءة لهيبة الاتحاد السوفيتي خاصة في تعامله مع أزمة كوبا أزمة بدأت بإنضاء من رئيس وافئ على خطة جهاز مخابراته اللي شاف بعض من ضباطه ومحلليه ضرورة تعديل نظام حكم في بلد تاني فكان يا مكان اعمل لايك الفيديو لو عجبك واشترك في قناتي بكر المصري ولينا رأيك في تعليق وشارك الفيديو لو حابب تدعمنا واستنونا كان يا مكان أنا أعدم واحد تاني تاني تاني